ورجعنا لكم وبرنامتكم الاهلي خط احمر وحلقة عندنا فيها امور مهمة جدا وقوية جدا ومهم الرد فيها ومهم توصيق موقف النادي الاهلي فيها اكيد طبعا كنا سعداء بالفوز على امبيو وكلمناكو في المقدمة ولكن كان عندنا قبلها مباراة بيرامدز مباراة بيرامدز كانت نقطة مفصلية مباراة بيرامدز كانت نقطة فاصلة جدا وحاسمة جدا لان انت تبدأ تكتسب الثقة فريق مهم فريق صعب بتفوز عليه بسلسية وبيكون عندك ثقة جمهورك بيحس ان انت فعلا قادر انت كمان بتاخد ده وتطلع لخطوات اجابية كتير جد ولكن ده ما بيعجبش البعض البعض اللي عنده دايما تربص بالنادي الاهلي والبعض اللي بيروح لامور تسيق ليه قبل ما يسيق للنادي الاهلي لان النادي الاهلي في الملعب وبالارقام ودي امور ممكن نروح لها بعد كده كان قادر يكسب ولكن البعض بيحاول يقلل دايما من النادي الاهلي وحتى لو اتكلم فنيا ممكن نقول وجهة نظر ولكن في بعض الامور بتكون مش مقبولة لان هي فيها اساءة ولا يجوز ابدا ان هي تقترم باسم النادي الاهلي وبفوز لصالح النادي الاهلي زي ما عمل كده كابتن طارق السيد وقال كلام عندنا تعقيب مهم جدا عليه لما نسمعه ونرجع وبرضو كان فيها عام المساعدة كان ليك تعليق مهيزة لناس ولاد حلال في الماتش يعني احمد شيئا كان ابن حلال جدا بسراحة لا هميد دا ايه عرضك ايه يعني فسر بس كده كان ابن حلال جدا بسراحة هو طول عمر ابن حلال شناوي لقى حالس مرمى كبير جدا بس هو ما كانش موفق خالص بس وده انا قلته في الانترو يعني وعلى فكرة انا يعني مستغرب من مستوى العيب زي احمد شناوي في الماتشات الكبيرة خاصة مات شناد الاهلي احمد شناوي جون كبير جدا اللي جون اللي دخلت فيه بالنسبال انا من وجهة نظر الشخصية علم تستفهم كبيرك كان معولاج قدام الزمالك ودغلب كانش علام تستفهمك مش مش بنفس لا كان متقلق فماتش الزمالك اللهي اه يعني متقلق يعني انا شايف الجون الاولاني غريب جدا شايف الجون التاني اعتقد برضو اللي هي لا التالت التالت اه غريب جدا مش مستوى الشناوي اللي خوش في الجون دي مش مستوى وده اللي انا انا بحب الشناوي على المستوى الشخصي لان انا عارف ان هو جون كبير قوي وموهوب على فكرة احد الحراس المرمى لموهوبين الاهالين في مصر كموهبة طبعا فيش اختلاف ماشي انما فيه متشات معانا انا بستغرب الاصابات قصرت عليه ممكن ده قصة هو كماشي كويسة بالكده مم يعني كماشي كويس جدا ايو انت عايز ايه طيب انا انا قلت ابن حلال خلاص اقولي ايه طيب يعني الاسقاط واضح وتكرار كلمة ابن حلال اوضح وللأسف يعني النادي الاهلي بساعد بيمر بامور اعلامية انت مش فهم ايه غرضها يعني استغلال النتيجة وربطها يعني انا دايما بقول كلمة كده ايه ربط ما ليس علة بعلة اللي هو ايه ربط نتيجة ثلاثة صفر معناها ان احمد الشناوي كان ابن حلال او كان عامل من عوامل فوز النادي الاهلي بالشكل اللي فيه اسقاط واضح جدا حتى لما حاول مهيب يغضل حتة انه الامور فنية برضو الاسرار على كلمة ابن حلال ولكن انا عندي رسالة قبل طبعا ما اسامة هيكون عنده توضيح برضو مهم في الكلام ده ولكن عندي رسالة فيما يخص كابتن طارق السيد يعني كابتن طارق لما انت تستند لفكرة النتيجة كظرف او مدلول ان اللاعب ابن حلال فكابتن طارق لو احمد الشناوي ابن حلال فانت ابن حلال مصفي يعني ايه ابن حلال مصفي يعني بمناسبة مباراة الستة واحد واللي استمتعنا بها على قناة النادي الاهلي مبارح انت يا كابتن طارق كنت احد المشاركين في مباراة الستة واحد وانا عايزك تجيب شريط المباراة وتقعد تتفرج اقعد اتفرج يا كابتن طارق على وجودك وتواجدك في الستة اهداف هتلاقي الفرق بيني وبينك ان انا كنت بتتفرج في التلفزيون وحضرتك فنيا كنت بتتفرج من الملعب ليه لان النادي الاهلي كان موفق بيستغل الفرص النادي الاهلي كان افضل فلو بمنطق استغلال النتيجة كابتن طارق واحمد الشناوي خدت النتيجة وربطها انه ابن حلال فيبقى الستة واحدة كابتن طارق انت ابن حلال مصفي ابن حلال جدا فاتمنى ما نتقلش ولا نفتش في النواية ومثل هذه الاسقطات اعتقد مش مكانها واعتقد احمد يعني الاسرار على ان انت تاخد القصة للعب وتسيق ليه بالشكل ده مش مقبول اطلاقا يعني هو يمكن الكابتن طارق بيكلم من يعني الباجراوند الخاص به وبافكاره انا مش عارف هو من ضمن الناس اللي فعلا تم اتهمها في التوقيت ده انه هما يعني كان فيه تهاون في مبارات الستة واحد عشان يرحل الموديل الفني اوتوفيستر فالمفترض لو انت استشعرت الظلم فما تقعش ظلم على لعب اخر خاصة ان اللاعب ده ارتدى تيشرت نادي الزمالك ومش معقول كل ما يبقى فيه لعب عن قصة انه يكون ابن حلال او اشارة انه هو يعني سايب المباراة يكون رايحة للسكة دي اولا الشينا هو ما لعبش نادي الزمالك على الاطلاق لا الشينا هو لعب في النادي الزمالي ولا كابتن اسامة نبيه لعب في النادي الزمالي ولا ناصر فاروق حرس مرمى غزل المحلة لحظا كابتن حسام حسن لعب في النادي الزمالي ولا القصة دي خلق كابتن حسام حسن لعب في النادي الزمالك فالقصة بعيدة خالص كل البعد عن النادي الآلي ولا النادي الآلي اللي راح عرض على الكابتن سامي الشيشيني لا أخوه بقى لا لأن كابتن سامي الشيشيني كان في نادي الزمالك عرض على أخوه وقت ما كان بلعب في المقابل مالي عشان يروح يوقع المنافس ولا راح عرض على ولا النادي الآلي منه حمامة بتاع فريق البلاستيك اللي كان بيعرض 3000 على فريق البلاستيك عشان يوقعون النادي الآلي النادي الآلي بعيد عن القصة دي ولا حتى النادي الاهلي كان طرف في أول قضية تفويت مباراة رسمية يعاقب فيها الاتحاد المصري ستة من لعيب كرة القدم كان الزمالك والمحلة والترسانة وما كانش النادي الاهلي طرف في القصة فمش عارف على أي أساس تم الحديث عن الشناوي أنا أقول لك على أي أساس على أساس أن اتقال في مباراة يناير اللي فاز فيها النادي الاهلي على نادي الزمالك 3-0 أن الشناوي كان قاعد ومفوت المباراة وتكلم على أن رئيس النادي الزمالك تكلم بوضوح أن كان فيه إغراء للشناوي عشان كده فوت المباراة طيب فوت المباراة كمل معاكم ليه؟ كمل معاكم ليه؟ ده رقم واحد رقم اتنين قالك أن الشناوي بيجي في مباريات النادي الاهلي تحديدا وبيكون ابن حلال أصل الثلاث تصويبات اللي تسددوا على مرمى الشناوي داخل وجاء بعد كده حد بتاع إحصائيات قال التلاتة أون ترجت على الشناوي داخلوا تلات أهداف قالك شفت مش بقولك ابن حلال طب أنت تعرف الشناوي كان ابن حلال ولا مش ابن حلال في مباراة الدخلية الدخلية مش الأهلي ولا الزمالك الدخلية وبيرامدز الانتهت اتنين واحد التسددتين الأون ترجت بيجوله يبقى إيه؟ ابن حلال مصف ولا عشان آه ده كابتن رضا شحاتها بقى تقريبا كان مدير الفني فهو كان مع كل حاجة فيها النادي الآلم ممكن يكون ابن حلال على الآخر يعني موضوع صعب جدا طيب تعال نشوف نتائجه قدام نادي الزمالك بالمناسبة بيرامدز يعني في وجود الشناوي داخل قائمة بيرامدز اتعاد المباراتين مع الزمالك ما كانش الشناوي فيه الشناوي بيلعب خسارة ففيه اربع مبارات الشناوي كان حارس مرمى بيرامدز امام نادي الزمالك نتائجهم كانت ايه؟ يعني 3-0 2-0 3-0 واحد صفر المبارات الاخيرة واحد صفر المبارات الاخيرة الامانة عشان بس نكون برضو بنقول اللي لينا ولا علينا ان المبارات الاخيرة دي نادي الزمالك سدد تزدتين انتارجت يعني المرا دي سدد تزدتين انتارجت واحد اتعامل معها وواحد داخلت مرموها عشان الامانة لكن مدونة ذلك 3-0 دي اتقررت مرتين ما بين الزمالك وبرامد فده اساءة واضحة جدا للشناوي انت حر فيها والشناوي قادر على انه يرد عليها لانه كان لعب سابق في نادي الزمالك وكان يلقب وقته بالحرس الاوحد لكن فكرة ان انت تسخف من فكرة انتصار النادي الاهلي اللي بيجي بحاجة واحدة بس عرق وجهد لعبيه وشغل اجهازة فنية وتتكلم بالشكل ده على انه كان فيه حرس مرمى مش متواجد فيه المرمى او التلات كرات اللي تلعبوا عليه دخلوا اهداف ده طبعا موضوع معروف كواس قوي وانعرف الصدمة النفسية صعبة جدا ان الناس كانت بتظن ان مواسم سابقة هتتكرر فشافوا ان النادي الاهلي بينطفت في شهر يناير وبيقدر يحقق فوز تلو الاخر وان شاء الله باذن الله نلتقي باذن الله باذن الله في نهاية المسم ده واحنا ابطال البطولة دي بالعزمة وبالاسرار مش بالتهاون ولا بالتساهل ولا احنا النادي الاهلي اللي بنرتكن ونقول احنا خلاص خدنا البطولة وبنقول لكم قبلها بين سبع شهور مش احنا ده خالص احنا بنشتغل وبنقول احنا ابطال الدوري لما يكون عدد المباريات المتبقية عدد النقاط اقل من الفارق ما بيننا وما بين التاني ان شاء الله يكون فيه مباريات كتير تتبقى في نهاية الموسم واحنا الفارق بيننا وبين المركز التاني ما يقدرش يعوض لو فاس في كل المباريات واحنا خسرنا في كل المباريات ونفوز بإذن الله ببطولة الدوري لكن القصة بتاعت الشيناوي امر سخيف جدا ممكن الشيناوي يرد لكن احنا بنرد بصفاتنا كنا طرف اصيل في المباراة دي انت متخيل لو احنا عندنا حارس بيلعبنا او بيلعب نادي الزمالك وعنده اربع مباريات من اربع مباريات اقسامة زي ما انت قلت خسارة ده الراجل مفيش مرة حتى لعب وحقق نتيجة ايجابية مع بيرمدس فالوضع طبعا صعب والوضع طبعا مش منطقي وبالنسبة لنا ما خدناش ده ان احنا نقول حاجة احنا ممكن نتكلم ان الحارس فنيا هو اصلا عنده مشكلة ولكن سلسيتين في الاربع مباريات وانت بتيجي تتكلم تقول ابن حلال اعتقد الاسقاط سيء ولكن الاسقاط ده سببه ايه هو جماعة مجموعة من الافكار اللي بيتم تنقلها احنا كلنا حنقول ده احنا كلنا هنزقل السكة دي لان الموضوع مش وليد فكرة مباراة الاهلي وبرمدس تخيل الموضوع بدايته مش مباراة الاهلي وبرمدس خالص الموضوع من قبل كده الموضوع من الاهلي والزمالك هتقولي ازاي هقولك ايوه من 8 يناير 2018 دي بداية قصة الشناوي اعتقد محتاجين تعرفوا معنا الربط ده جاء ازاي الربط جاء ازاي الربط جاء ان في مباراة 8 يناير 2018 الاهلي فاز على الزمالك بسلسية كان حارس مرمى الزمالك هو احمد الشناوي وكان كابتن ايهاب جلال اللي حاول بقى قال انا اخيرا بضرب الزمالك معايا فريق اقدر العب بيه كرة ما فيهاش اتزان دفاعي كبير فكان بيعاقب بسلسية من النادي الاهلي في الملعب جاء بعدها خرج المنتبين لنادي الزمالك بل مسؤولين في نادي الزمالك ويقولوا ان احمد الشناوي مفوت المباراة مفوت المباراة على خلفية مفاوضات مع النادي الاهلي ان النادي الاهلي اللعب ينتقل ليه فمن وقتها اللعب فوت المباراة وخسر الزمالك بسلسية نتيجة ان اللعب ساب المباراة لنادي الاهلي طبعا كلام مرسل والرد عليه بسيط جدا اذا كنت انت عارف ان اللعب وانت شايف ان الامر ده ما كانش فني واللعب مفوت المباراة هيعد احمد الشناوي يلعب اساسي بعد مباراة 8 يناير لحد 12 ابريل هيفضل اللعب هو الحارس الاساسي في كل المباراة دي بيلعب المباراة هو كاساسي محدش حتى في الوقت ده كان بيبدل معاه حارس انت شايفه ما كانش مستوى فني هو اللي خسرك ثلاثة ده انت شايفه هو تسبب في خسارتك المباراة عن عمد هتسيبه يلعب لمدة 3 شهور بعدها كحارس اساسي ازاي هتأمنوا على حراسة مرمى الزمالي ازاي هتشوف ان الحارس ده يفضل يلعب وبص بقى اللعب ده ما بقاش يلعب بعدها ليه نتيجة اصابة بقطع في الرباط الصليبي بدأ احمد الشناوي بعدها ما يكونش موجود ولكن من مطش النادي الاهلي وسلسية 8 يناير لحد الفترة اللي كان فيه احمد الشناوي موجود في ابريل كلها بيشارك بشكل اساسي ولكن بدأ بعدها احمد الشناوي بقاش موجود فنبدأ دايما اي اسباب للخسارة انت عندكم ناس طلعت قالت احنا مخسرناش من النادي الاهلي غير مرة بتاعت مصطفى غربال وبيت النتاج مش موجودة 2018 يبقى احمد الشناوي ساب الماتش حتى لو لعب بعده برامز بنخسر منه في موجود الشناوي بنكسبه 3-4 مباريات منه مرتين بسلسية بس في ماتش النادي الاهلي احمد الشناوي هو اللي بن حلال كل الامور ايه بفكرة حد طلع قال احنا المفروض الفترة دي نقول الباطل قبل الحق وكل الناس سمعتها على الهوى على الهوى الراجل بيقول المفروض الفترة الجاية كلنا كمنتمين للنادي ده نقول الباطل قبل الحق فاللي بيتقال ده باطل اللي بيتقال ده باطل بالارقام باطل وبالرأي الفني باطل وبالتاريخ باطل بس هالفكرة ايه احنا حنقول الباطل قبل الحق فالمشكلة في اللي بيسمح ان الباطل يتقال مش اللي بيقول الباطل لان هو معتاد عليه